الحرب بتاعت 67 لغاية 73 وكنتش فيه دوري لغاية 72 الفترة دي أنا يمكن أنا من اللعيبة اللي استفادت من الفترة دي كنت أنا أعبت شيئا في مجموعة من اللعيبة استفادنا إنه كانتش فيه دوري عام لكن كان فيه منتخب مصر فأنا روحت المنتخب قبل ملعب الدوري العام روحت كاس فلسطين روح لعبت مباراة مصر وتوريس مصر والمغرب وأنا قبل ملعب الدوري العام ولعبت بعد كده في الدوري العام كان عندي بقى إيه يعني خلاص يعني عندي الاستقرار وحطيت رجلي كويس وعندي بدأت بقى عندي خبرة بفهم يعني لعيب أساسي في النادي لعيب أساسي في المنتخب وكان معايا نفس الظروف اللي ماشي معايا في نفس الخاطعة عبد العزيزي عبد شافي كان المنتخب يتمرن في نادي الترسنة وإحنا بنتمرن في ملعب الزمالك الفارع اللي ورا وكان بيضربنا كابت الرقفة تعطية فالمنتخب كان كرامر كان كرامر كان أعظم مدرب في العالم عايز اتنين لعيبة واحد باكرايت واحد مهاجم يكملوا التأسيمة الكابت الرقفة طالله رحمه قال لي تعالى روح لعب باكرايت معهم كده وريهم أن انت لعيد تعالى علي خليل أنا وعلي خليل يعني وعلي خليل أكبر مني بشوية ورحت أنا وعلي خليلنا دي الترسنة كان فيه حد عظيم جدا جدا الله يرحمه كان اللي هو محب يوسف ده كان مدير المنتخب وأنا جاي خدني كده من إيدي وقال لي أنت راجل وتعتمد على نفسك وعايزينك تكبر ده هو بقى عمالي المقدمة قبل ما أروح فروحت على الكابتن جندي كان موجود مستر كرامر وكان معنا كابتن صلاح بوغريشة كان مساعد معاه فقال لي لأ كابتن كاميل الصباخ فقال لي أنت عندك إيه ظروفك إيه الراجل تكلمني قلت له أنا حروح للمدرسة قال لي أنت في مدرسة قلت له بص اللي كده الكلام بقى كان جديد عليه أن أنا طالب في مدرسة ودخلي يوم فقال لي لأ أنت حت حيكلموا البلد يعني وإنت تقعد في المعسكرة هنا كان في فندق شهري ذات قلت له ما قدرش لازم روح للمدرسة وعندنا بقى الحاجة الوحيدة اللي بتسقطك الغياب يعني ممكن ما تخشش امتحان عشان الغياب لكن ما تخشش امتحان حتى ما فيش مشاكل أنت قاعد كله بيذاكر وزير شباب الرياضة تكلموه وخلصوا وقالوا لي مش هتروح الماء طيب طب حنام ازاي ومعندش لبس ومعندش وحاعد في الحوتيل ازاي يقابوا لي بجاماته وقابوا لي وضم دخليه كسوني المهم وقعدت في المعسكر وده كان بداية بقى في المنتخب يبسيكت بقى أنا في الفورسة لعبت بقى لعيب بلعب على فكرة اللي خدوني على اساس ان انا هلعب باكرايت وبعدين في التأسيمة كان 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 الباكرايت كابتن سياجي الله يرحمه وكابتن سياجي جاله شد شوية روحتان لعب مكانه كنت لا بلعب بالنحية التانية فجاله شد فروحتان راحل مع الفرقة لعبت باكرايت وبعد شوية لعبت الفرقة الاساسية بنا بلعب في نص الملعب كابتن ابراهيم الخليل زع في الملعب وكان كان عاصبي الله يرحمه برضك كان عاصبي وعايز يكسبه كده فكرمر ما عجبوش فقال لي ابراهيم الخليل روح الفرقة التانية ورح مناديني رح ملعبني في نص الملعب جنبية ابو العز كان اي مياه بنلعب اربعة ثلاث ثلاثة وجنبية ابو العز وكابتن شاحت ومع ابراهيم الخليل ولعبت خلاص يعني على يا فكرة في نفس السنة دي لعبت في البطول أفريقية ليجوس رحت منتخب أفريقية مرة رحت البرزيل ومكسيكا رحت منتخب أفريقيا Wij... 71 72 والبطولة الأفريقية التانية 73 u74 لبس رحت 73 قبلما تلعبت تلعب البطولة الأفريقية هنا كنا رحنا لمكسيكا عادنا هناك عسكارنا في السنغال عادنا فترة قبلها كنا عسكارنا في غانا وروحنا البرازيل كانوا بياخدوا الأربع منتخبات من الأربع قرات بجانب البلد اللي هي المستضيفة يعني رحنا البرازيل كان فيه منتخب من أفريقيا ومنتخب من أوروبا ومنتخب من أمريكا اللاتينية ومنتخب من آسيا بجانب منتخب البرازيل بعدها بسنتين رحنا المنتخب وحقول بقى اللعيبة اللي كانت مصرين اللي كانوا موجودين معنا روحنا المنتخب بعد كده المكسيك كان فيه منتخب بردك من أمريكا اللاتينية بعدين منتخب من أوروبا منتخب من أسيا وكانت أول مرة يمكن أسيا يبقى عندها تعبر عن نفسنا عندها كورة فيه تقدم في أسيا في الكورة إن كان لسه بقى لسه طلع اليابان السعودية الفترة دي إما روحنا كان فيه لعيبة مصريين لعيبة على مستوى علي يعني كلم في حسن علي حرس مرمى نادي الترسنة كان الكابتن هاني مصطفى العيب أساسي في المنتخب كان معنا الكابتن شيحتة المرة التانية روحنا كان معنا الكابتن عبد الرحيم خليل الله يرحمه زمان كان فيه منتخب بتعمل منتخب العرب كمان وبعدين كان منتخب تاني بتعمل منتخب المشرك العربي ومنتخب المغرب العربي يعني كل دي منتخبات عربية كل دي طبعا كلها كنت ملعب فيها يعني أنا عمري ما قلت مثلا أنا من سنة 71 لغاية سنة 78 أنا أحسن لعيب كرة في مصر عمري ما قلت كده عمري يعني أنا وبعدين اللي بيعمل دي جريدت الأخبار آخر فترة سنة 78 دخلوا الجماهير إن أنا كنت يعني لازم يبقى فيه منافسة فدخلوا الجماهير مع النقاد أنا كنت بأخد أحسن لعب النقاد فدخلوا الجماهير عشان يبقى فيه يعني تكافؤ موسيقى 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 موسيقى